اشتركوا في القناة واضفت الدراسة ان حوالي 19% من اصول شبكة الهاتف المحمول تعرضت لاضرار الجزئية و6% تعرضت للتدمير الكلي مما ادى الى انخفاض في معدل انتشار الهاتف المحمول بنسبة 11% منذ العام 2015 فيما بلغت تكلفة اضرار شبكة الهاتف الثابت على مستوى البلاد بنحو 47 مليون دولار حتى مارس 2018 واعتبر قطاع الاتصالات الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي من اهم قطاعات الارادية للموازنة العامة ويأتي ثانيا بعد قطاع النفط